اشتركوا في القناة من توفيق المؤيد ان مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد بانشاء الملاعب في الفرجان تعتبر من المبادرات المتقدمة على المستوى المحلي والاقليمي لإيمان سموه اهمية الدورة الذي تلعبه ملاعب الفرجان في الاهتمام بالشأن البحريني وفئة الناشئة والفئات العمرية المختلفة في احتضانهم وتنويع الانشطة الرياضية المقدمة لهم خاصة في المجالات الرياضية من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت السيد رياض يوسف ساتر ان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يقود حراكا رياضيا وشبابيا متميزا عبر طرح سموه للعديد من المبادرات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة لتعبر عن اهتمام سموه بالارتقاء بالقطاع الشبابي وتوفير البيئة المناسبة له لتنمية قدراته ومهاراته الرياضية داخل فرجان قرى ومدن المملكة أولا بغيت أشكر المصرف على هذه المبادرة الطيبة هم للأمانة تواصلوا مع وزارة شئون الشباب الرياضة وهم اللي تابعوا بشكل دوري حتى يحرصون على دعم قطاع الشباب الرياضة وحتى يجسدون رؤية سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فطبعا الإقبال على الدعم كبير لكن مثل ما شفتنا بي بي كي كانوا سباقين كانوا جاهزين وكانوا جدا متعاونين في التحضير لهذه الحادثة التاريخية أو الحدث التاريخي فبغينا نشكرهم وبغينا نشكر كل الدعمين وإن شاء الله نكون متواجدين مع بعض في افتتاح الملعب قريبا طبعا من دواعي سرورنا اليوم أننا تم التوقيع على إنشاء ملعبين من ملاعب الشباب اللي في الفرجان اللي هي إن شاء الله بتساهم في صقم المواهب اللي موجودة في الفرجان وإن شاء الله بتأدي بتكون فرصة إيجابية لإكتشاف المواهب البحرينية وهذه إن شاء الله بالتالي بيأدي إلى تطوير جميع الألعاب في البحرين ومنها رياضة الكرة القدم اللي هي رياضة أساسية هاي طبعا مبادرة من سمو الشيخ ناصر وهي طبعا مبادرة إن شاء الله بتكون لها آثار إيجابية كبيرة على المدى القصير والباعي ترجمة نانسي قنقر